ما تسوى الركض بي يلا يلا الغرف الله يصلحك الله لا يكشف الناس يتر الله لا يكشف الناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا فيلم وثاقي ولا ملامح وليش جايبنا انت عشانه خمس وعشرين دقيقة يحكي قصة حياته ايش شذا من اللي مسجل ملامح يا شباو خمس وعشرين دقيقة جيبوا فشار جيبوا مشاريب كذا تسمع بداية فقرة ملامح روح ها 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 صدق والله انا داخل متسابق طرعت اوه ارحام اوه ارحام خمس وعشرين دقيقة يا ظالم اوه ارحام متكلم من فترة الحضارة الله قال لي فضفط وانا فضفط ما قد فضفط يا حياتي يا صادر حتى جابوا فضطانية شايف بنامون خمس وعشرين دقيقة يا أخي اوه اوه اول فضفط لي في البرنامج اي 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 اوه 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 اول فضفط لي في البرنامج يا أخي دعني استمتع عمرك ما فضفط ما هذا لاي صور لي فضفط ايش شوام ايش شوام ايش شوام ايش شوام تصنيف المقطع تصنيف المقطع زايد أربعة يا ساتر يا ساتر يا رب استرنا بسترك ما عليكم الهدولة معجب توا ما بدلاتنا مطولين استمت عياد وغفشار والله يا ليت جبني بارد بارد تكفى يا أخي أعوذ بالله من الحسد أعوذ بالله من الحسد الرازق في السماء والحاسد وراي ما هو الأرض وراي هو الأرض كبيرة 700 يار واللي أكبر قلب عمه منيب جعنف دا يا شيخ I love you You love me We love eachother We together We love you I love you I love you We love you We love you We love you إلى آخر فترة قبل برنامج انتقلت إلى مدية الرياض للبحث عن عمل شخص يحارب من أجل مستقبلة يبحث على الفرص وشي الحمد لله أنا وتيحت لي هذه الفرصة أني الحمد لله وراي جمهور وأنا كنا نحاول أن نثبت أو نتخذ هذه الفرصة الحمد لله أنا وتيحت لي يعني أنا أشوف أنا إذا أحمد حصل على شيء فعرف أنه كان يقاتل عشان يحصل عليه مثل شهادة الجامعية أنا سبق وانفصلت أعتدرت عن ترم بدون أهلي ما يدرون لماذا؟ عشان يعني أنا كنت أبغى أنا فهم السارفة بس أهلي ما راح فهم هنا أني ليش تعتدر تعرف شيبان ليش تعتدر وأنا كان عندي هدف أني أغير تخصي فلوما أعتدرت عن الترم هذا كان ينزل معدري فما أقدر أحول أني كنت في تخصص غير علاج طبيعي تقنية أسنع فجيتني نفسي هذاك الوقت وأعتدرت عن الترم وكنت أداوم يوميا بدون أهلي ما يدرون أطلع من البيت وأروح الشقة أنام إلي الطهور وأرجع بيته ما حد يدرين ما حد يدرين كيف قلت لهم طيب هذا الترم ما أدر ولا بعد ما تخرجت لا لا يترم ما سألوا عن معدل ألا يسألهم بس هل يترى يتقوم فيني مرة لدرجة ما يقولون أن يشوف معدل كم معدل أقول لهم معدل يقولوا خلص توظفت توظفت في أو شي طلعت أدرس إنجليزي إنجلي طيب لأنها كانت رغتي سيئة بعد الجامعة قدمت وضيفها وكاتب مقابل إنجليزي أول ما بدأني أتكلم قالوا وتفضل فتسلفت فلوس وحاولت إن طلعت درست هناك وكنت يعني ما أقول لك أني كنت في رفاهية هناك كنت يعني أحياناً ولله ما أكون عشان أدفع باص أو لا أدفع يعني أني ما أضغط على أحلي كم جرست؟ ستة شهور تقريباً أو خمسة شهور كيف كان؟ والله كانت بدايتها صعبة صعبة مرة إنك تكون في غربة ومحد معك ويتغير روتينك وجدولك والناس اللي حولك يعني صعبة صعبة مرة في البداية بس أني يكون ضغط على نفسي لدرجة أني ذاكرت مذاكرة في الإنجليزي وأنا هناك ما ذاكرتها في الجامعة الجامعة والله أنا ما ذاكرت زي ما ذاكرتها هناك يعني كنت أخلص ورجاء البيت أذاكره كم جرستك؟ الحمد لله يعني سبب وظيفتي بعد الله سبحانه وتعالى اللي أول ما رجعت كانت بالإنجليزي موهل علاج طبيعي لأنها كانت مقابلة إنجليزي بحت كنت أول ما رجعت جتني الوظيفة هذه توظفت؟ توظفت وجلست أحارب في هذه الوظيفة أحارب أحارب مع أن كان الراتب ما أعرف كيف يعني استشفى خاص إيه ما كان مرة الراتب يكفي خصوصا أن عندي لتزام سيارة يعني السيارة طلعت أنا من فلوسي فكنت أسدد تعرف كانت معنى الصراحة أنا والشباب كنت أسدد الصراحة كنت أسدد قصد سيارتي من فلوسي وكنت أحارب لجل هذه الوظيفة بس صار لي موقف فيها أني بغيت أكون ضحية ضحية أن هي كان مسمى الشكوى اللي كانت عليها تدهور صحة مريضة كنت أنا سببها اللي هي الشكوى يعني كان فيه يعني مدير ورئيس وعمي وعمي يعني كانوا مجلسية واحدة اتفقوا أني أنا يعني من دهورت صحة هذا المريض واني أنا يعني كتبوا شكوى طويلة وقالوا بنرفع على الوزارة الصحة أنا كنت واضق من نفسي الحمد لله والله يعني واحد ما يقدر يعني يمدح نفسه بس الحمد لله أني أقوم بواجبي بذن وامانه على الأقل قالوا إن أحمد سبب تدهور هذا المريض وبنرفع على الوزارة الصحة المهم قلت أنا ما عندي مشكلة خلوا الشك وتأخذ ما جراحه لاني كنت واضق دعوني في مكتب رئيس القسم وقالوا لي شوف المشكلة ممكن تنتهي بس إحنا نباك تعتذر المريض لأن هنا يا أخي من حق أنك تعتذر فيقول لك ما أدري هل كان مغزائهم من الاعتذار إدانة يعني لي عشان تكمل الشكوى قلت أنا ما باعتذر أنا ما جيت هنا للاعتذار ولا أني أخذ بخاطر أي أحد أنا جيت هنا أشتغل بذن وضمي الشكوى خلوها تأخذ مجراحة يعني حكوميا وبعدين نتفاهم اللهم بدخلوا السالفة يعني اليوم اللي بعدها كتشفت الرئيس القسم جاي يسلم عني في الصباح مع أنه كان ما يطيقني وكيف الحال وشخ بارك طيبي استغربت وانت تسالفة كده وما عد فيني من راح يرفع فيهم شكوى أنهم كانوا يبون مشيتها وخلاص قفت المكان عرفت أني بكون ضحية فأطلع رافع راسي أحسن من أني أكون ضحية أو أظلم في هذا المكان استقلت استقلت اتجهت لمجال ثاني اللي هو وظيفة ثانية في نادي رياضي وحبيت الشغل هناك صراحة وارتحت بس كان الضاطب برضه أقل من المستشفى بنسبة بسيطة كنت أشتغل على التوك توك كنت أبث ويعني مترزق الله وكنت يعني هناك ناس يحاربوني على التوك توك يعني في ناس قريبين مني كانوا زي ما تقولي عيروني بالتوك توك أنه أنت عارف بداية التوك توك ما كانت صيت وتراك من مشاهد التوك توك تراك من حقين التوك توك فدخل ذلك الأيام في نفسية والله كنت يعني أدخل التوك توك أجمع ورجع أداوم ورح أشتغل في كافي بار تايم يعني من هنا ومن هنا ومن هنا إلىين خلاص عرفت أن لازم أروح أشوف لي شغل فاتجهت للرياض كيف علاقك مع أحدك؟ علاقة جداً كويسة الحمد لله حسام كيف علاقك؟ حسام هذا الشخص الوحيد اللي ما شاء الله والله ما قد شفته في حياتي زالة رغم أني أنا مواقفي معه يعني أحياناً أكسى عليه من بابي يا مزح يا كي لا تطلع مني أنا عصى بشوه كان يأخذه في جنب العادي وكان حريص علي وكان يستشير لي في بعض الأمور فكان سند لي بعد الله سبحانه وتعالى وهو خصوصاً إنه أصلاً تعرف قد تعب قبل فترة صار فيه شيء أحنا غريبة كده كان يجي اسمع أنا كده نبدأ نقراسه نقول له حسام رفع راسك يرفع راسك يدوخ استقربنا من الوضع وحنا وديناه جميع المستشفيات في المنطقة يقولوا شخص سليم سليم ما في شيء بس الولد مو طبيعي المهم جاء شيخ يقرع ما أعرف قال هذا فيه أحداً تعرف الولد كان يلعب أرضا وكان مليان وكان يلعب أرضا بسم الله عليه وقال الشيخ عنده مشكلة ودوه الرياض ولا ودوا لي مستشفى خلوا المستشفيات الكبيرة ودناه مستشفى وكان زحمها اللي هو تخصي كان يعني أشتكبر المرضى يا الله بهم في مرضىهم لأنه حالة من براء المهم خالي أو جدي راحوا وكلموا ودخل على ولي الأهد أول الملك سلم الله يحفظه وجاب أمر أنه يدخل مستشفى لأمر طارئ أن الولد عنده ورم في راسه أمر طارئ الحمد لله خذ إلى الأمر وودينا عنه مستشفى ودخل أول ما دخل يوم الثاني سوى العملية بدوني مقدمات طبعا عندي كل يام كانت أمي وجدتي أبوي راحوا معها بقيت في البيت أنا وأخواني صار يعني وكانت عندنا مدرسة كنت أنا وديهم مدرسة ورجعهم هذا كلهم يعني استلم زمام الأمور في البيت يعني جاني يحمل فوق يحمل يعني كنت في المتوسطة باقي صغير ولا قصروا صراحة عماني يعني بس أني يتكلم عن بيتنا يعني فسوى العملية واحد وعشرين غرزة في راسهين استعصلوا الورب فقد الكلام وقتها ما صار يتكلم اندخلين أنبوبة مع خشمة إلى المعدة كان يتضد عليها ثلاثة شهور كان مليان كان وزنا يمكن ما يقارب خمسة ثمانين في شهر ونص نزل خمسة وعشرين كيلة في المستشفى وجاه انحراف في عينه إنها عملية قوية قوية مرة لدرجة إنها كانوا نسبة نجاحها واحد فمية فأبو يعلمني يقول أنا كنت أنتظر خلاص في لوحة تجي في تلفزيون تخصي المريض والعملية قيد التنفيذ ولا نجحت ولا فشلت ينتظرون كل الناس تنتظر في الانتظار يقول أبو كنت أنتظر لول الأحمر يقول بنسبة كبيرة خلاص بس باقي فيه أمل باقي قيد التنفيذ المهم نجحت الحمد لله وعلموا أنا وبعدها يعني أتذكر يوم جيته طبعا جينا المستشفى دخلت عنده وما كاني طالع فيه أحد ولي طالع فيه أحد طالع فيني أنا ومازوخوي وبكى بس ما بكى لا على أمي ولا أبوي دكع عليه نحن مره أثرت فيني مره ودرجة أني بعد قدرت وطلعت مره كم كانت ذكر فيك أيام؟ كنت في المتوسط تقريبا في المتوسط تذكر اللوقف يعني أمك؟ أيها أتذكر سويته أمك؟ طلعت إنهم يقولوا لي لأننا كنا جالسين وكان يطالع كذا يطالع يطالع فيهم كلهم يقولوا لي لمحني قداما ويوم لمحني بكى يعني أمي وعماني وجدتي موجودين ما بكى علي لأنه يوم بكى علي أنا ومازوخ كم جلسوا؟ جلس يمكن ثلاثة شهور أو أربع شهور في المستشفى وبعد العملية تاب أسبوع سوى لها فتحه العملية مرة ثانية وسوى العملية ثانية اللي هي تجمع الدم مكثر ما هو من سدح تجمع الدم سوى العملية ثانية أنا أعرف أن ما كان أول شخص في عائلتكم في وعكة صحية أمك بأي جيتها وعكة صحية أمي جيتها وعكة صحية بس يعني محدة طب يعني أنا وأمي بس اللي مدري بستار ما عادي بقولها بس يعني وقتها أقول لك يعني أمي ما كانت تبقى أخواني يدروا ما تبقى أهم يقلقون عليها لأني أنا اللي راجعت فيها على المستشفى هي تعبت علينا ووديتها على المستشفى أنا فكانوا يقولون أنجس انفلونزا كل ثمان ساعات أو لا كل ثماناشر ساعة لازم جين تأخذين أبرة تهديها حرارة حرارتها مرتفعة كانت تسعة ثلاثين أربعين افتخيل أني أنا اللي أدري بس هو ما يدري أخواني ما يدرون يعني وكنت أداوم في نفس المستشفى يعني كنت أداوم ثمان ساعات وأرجع أخذ أمي وأديها تأخذ أبرة وأرجع إلى البيت وأنام إلىين قبل دوامي أجي الطوارئ وأتأخذ أبرة وأرجع إلى البيت وأرجع إلى داوم كنت هذاك ثلاثة أيام أو أربع أيام عايش فيه أخاف تروح من يدي لأنني أنا ما أدري بعدين بكون أنا سبب لأني ما أعلمت أحد وهي قاتت أعلم أحد المهم أنا شفت أنه يعني مسكين أجرحوا يدها لدرجة أنه حتى اللي تيجي في اليد ما يفكونا منها بس يقفلونا وتروح إلى البيت وترجع يفتحوني ويحطوني برعة ويقفوا ثلاثة أيام ويتأخذ في ذلك فمرة أنا حسيت الموضوع أنها زاد عن حدة وباقي حرارتها يعني ما تشافت فرحت الدكتور استشاري صدري أعلمتها السابق قلت أنا أمي كده وكده وكده قال جبه في نفسك بس ما شفى اللي أنا فيه وديتها له قال يبغى لها أشي عاية راني نتأكد طبعا أنا ما معي فلوس ولا أبغى أقلبون وقيمة وممي ما عندها تعمل كانت قيمتها ألفين ألفين وكده تقريبا وروح تسلفت فلوس بدون ما حدث ودخلت المستشفى ودفعت وصويت لها راني ورجعنا الدكتور قال عندها مو يعت في الريح وقيمة طبعا قالها ولا ما قالها أنا جاني شعور لي ما عاد لي كيف وامي صغيرة ما هي كبيرة يعني حسيت أنها خلاص بدت تكبر أمي وخفت أن المرض هذا مزمن ما 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 جتني ألف فكرة في راسي وروح تدقيت على جدي أم أم قلت تعلي البيت رباص ومم المهم جيت البيت وشرحت لها قلت الموضوع كذا كي خليس ما أمي اجلسي معها أنا ما عاد أقدر أنا ما عاد أكون بس ما أقدر أقول له ما ما أقدر أتفهم في زي دي المور أسكت المهم أعطاها آآ علاجات الدكتور وزي كذا ولعلها خفت رجعنا للدكتور يعني ما عاد صار حرارتها ترتفع رجعنا للدكتور قال خلاص ما اشي اسمع لا ما اشي اسمع اشي اسمع الله يخلي عليكم اللهم اشي اسمع والله يشوف أمي يعني هي كل شي في حياتي والله والله أحمد مهما وصل مهما راح والله 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 مهما بجهده ولا ب انها دعوات أمي أمي يوميا تصلي الوتر يوميا تدعينا والله أمي يشوفها بعينينها تبكي في تدعينا فأحس توفيقي هذا كله مو أحس توفيقي هذا كله بعد الله سبحانه وتعالى في دعواتهم بس أحمد ما سوى شي أبوي علاقتي فيه مرة جميلة يعني أبوي أعتبره خوي يعني ما هو أبو فأقول لك يعني علاقتي مع أبوي يعني في ناس كثير كثير والله كثير كانوا يقولون لي يخست على وجهك كيف تعمل بك كذا كيف كيف كان الطفولة؟ الطفولة أحمد كورة شخص يحب الكورة وفي نتاج صغير يعني من زمان كنت أقضع شجار عند بيتنا وبيع حطب على أبوي تبيع حطب على أبوي الشجار الأخطر اللي ما يشب تبيع على أبوي ويشتري بوي ويودييني البقالة وراح أشتري سحارة عرفتها الأصفر كرتو وارجع بيعه على عيال أمي كان بنصة بيع بريلي ولا روح البقالة تشتري ولا روح البقالة وكنت فيني تاجر صغير والله يشتروا جمعت فلوسه لدرجة أني اشتريت لي بلاك بيري من أعز أصحابك يعني؟ والله كثير بس في شخص هذا معي من يومني صغير من أول ابتدائي إيلين برس معي نفس التخصص على أشتري تخرجنا السواء تببثنا في منفس المكان اللي هو أحمد سحمان الشهران معنا صغير خلاقك لي جيدة؟ جدا هذا في كل شي يعرف أن أحمد كل شي يسافر سفراتنا سواء روحاتنا جواء سواء يعني أحب أسافر معا لأنه يفهمني وفهمها هل في خطوة ندمت علاها في حياتي؟ خطوة ندمت علاها في حياتي؟ إني دخلت علاج طبيب لماذا كنت كنت قد تنتقل من تخلية السنعة للأشوات؟ بس أن التخصص هذا يعني هو تخصص إنساني وجميل جدا بس أكتشفت بعدين أنه أو شي ضرني وهذا مقدر مكتوب يعني أنا جاني انزلاق وضروفي وأنا أشتغل مع مريض كنت شال مريض وطق ضهري أنا عندي نزلاق فأحس إنه يعني دهور من صحيحتي كثير فتحسفت أني دخلت هذا التخصص يعني كان فيه بالإمكان تخصص كيف كان مستوى في الدراسة؟ كنت دافور يعني ما هو دافور إذا يعني أقاحر أحب القحارة يعني منافسة أحب المنافسة يعني أمي كانت تقول لي كان صديقتها أيا لا يدرسوا معنا فكانت تقول لي إنهم أفضل منك واضح إنهم بيجيبون الترم هذا أفضل منك أتحداك تجيب أفضل منهم عند المنافسة أخذ رجال والله يعني هم دوا في الصدق يعني واحد طبوا جراحة الحين ما شاء الله عليهم وواحد مهندس في عرامكم الترم هذاك بالذات جبت الأول على الفصل والأول على الفصل على ثالثة متوسط أو ثانية متوسط كده مجرد قحار كم علاقتك بزملائك يا أحب بشكل عام؟ والله شف علاقته مع زملائي أنا إنسان يعني مستعدة رحي بكل شيء يعني من نهاية اللي عندي ما هو لي لي ولي أخوياي يعني أقدر الخوة أقدر الخوة بشكل أنت ما تتصور بس في موقف صار لي مع واحد أخوياي خلاني أوقف لا ما هو كل شيء موقف يعني زي ما تقول ما أعطيك الموقف بالضبط بس أعطيك فكرة الموقف يعني شخص مثلا أنت يا فلان تحب تلعب كرة تحب تلعب كرة تحب تلعب كرة تحب تلعب كرة وتقاتل تقاتل تبقى توقع معي نادي وتبقى توقع مع ووقعت مع نادي مثلا صغير في الدرجة الأولى وجيت أنا يا أحمد الله سبحانه رزقني أو وهبني بشيء وعطيتك ووقعت مع نادي الهلاء بس كان رد الجميل في غير محلة يعني أكشفت بعدين في فرصة أو تيحت أنه ممكن يرد الجميل بس ما أرد ليش؟ أكشفت أني لا معلش إذا في شيء أو أنا أولا ثم الناس أنا أولا ثم الناس يعني في شيء واحد لي في شيء اثنين ممكن يعني قدر ذاتك أنا كنت يعني مضحي والله كنت مضحي في فرص كثير وعني هل ضحيت في البرنامج إحدى؟ أنا دائما مضحي يعني لذي تكلمتها؟ يا أخي ما أدري إله يعني يعني أنا صار لي موقف في البرنامج أنا أول ما دخلت البرنامج كنت يعني محاب مهمة متسابقة كان في جمهور كثير قال له ليش؟ 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 ليش سجلها؟ ليش سجلها؟ ليش سجلها؟ وكنا كانت شفتها لأنه شي تعرف أنت أنا كنت مثلا شخصية في التكتوك تعرف التكتوك لها شخصية يعني فاهد في التكتوك مو زي فاهد في النقطة فكانوا يشوفون شخصية أحمد كذا ما يدرون عن أحمد فدخلت بالدرجة أني بغيت أنسح مو أني أخاف من كلام بلاكس كنت واجهت كلام جمهور في التكتوك كثير بس بس يعني ملت خلاص أجل هذا المجال موت القضاء التنزح في الأحمر أي فاهة قبل لا يعلم قبل لا يعلم فاهة فتاة يعني كنت يعني في كان لي ناس دعمين كثير وناس تغربوا أني أنا سجلت وناس وقفوا معي ناس كثير صراحة بس في فئة جمهور كان ليش يجي أحمد وأحمد وأحمد وما خلوش جلست مع نفسي أنا ليش جيت هنا أصاب تكسع إيه ليش جيت هنا دو أني قعدت على التكتوك وخلاص رجأة يعني ترشحت أنا من الجمهور اللي دخل السدي كنا أنا وسلمان توق ترشحت حسيتم في لا بدوا يعرفون شخصية أحمد والحمد لله يعني الكل اللي كان يشوف أنا كنت أشوف اللي كان يشوف أحمد نظرة ثانية تغيّت نظرت عنه 180 درجة ماذا تنجيح العائلتك؟ أحمد مهما وصل مهما حقق مهما جازف مهما سوى في حياته تأكدوا بعد تأكدوا بعد الله سبحانه وتعالى هذا بفضل الله من فضلكم أنا والله إني من دونكم ولا شيء أمي أبوي أخوي حسام مازم أختي لما الله جاء أن يفداها وحيدة العائلة واللي مستشارة أحمد في كثير من الأمور هي أصغر مني لكنها يعني فطينة لدرجة ما تتوقعنا اللهم لك الحمد عليها وعلى زياد أخوي الصغير يعني داعمين لي دائما في كل خطوة يروح فيها أحمد يوقفون معي دعوات أمي أمي والله دائما أنها تصلي الوتر وتدعيلي فأحمد مهما وصل هذا بعد الله سبحانه وتعالى ثم بكر أحمد بدونكم ولا شيء لنفسي أوعدك وأوعد نفسي إن شاء الله أني بوصل لكل أهدافي بعد الله سبحانه وتعالى ثم بفضل والدين وأهلي ودعمكم لي إن شاء الله أني أوصل لأهدافي وطموحي وأنا من دونكم ولا شيء ونتأكدوا أني أحمد مهما وصل ومهما سوى يهمه أنه يقدم شيء لنفسه وللجمهور اللي يحبه عشان يفتخر فيهم وهم يفتخرون فيهم وإن شاء الله أني أوصل أنا وإياكم لكل أهدافي وأهدافكم بإننا وإن شاء الله أني أردوا لكم الجليد شكرا لك لا أفوا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم الشيطة الستر ترجمة نانسي قنقر